اخبار اليوم ويضم ايضا معارض دولية لتكنولوجيا الدفاع والامن والمجتمعات الذكية والمدفوعات الالكترونية والشمول المالية كما اعلن الرئيس عن اطلاق مبادرتين للنهود بصناعة الالكترونيات والتعليم التكنولوجية اسماعيل يترأس المجموعة الاقتصادية ويستكمل زيارته للوزارات اجتمعت المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهند الشريف اسماعيل حيث ناقشت المجموعة الاقتصادية اخر التطورات في الوضع الحالي لأسعار السلع الاساسية في السوق المحلية والاجراءات اللازم اتخاذها لضبط اسعار جميع السلع الاساسية والاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر تبقى لآليات السوق الحرة بالاضافة الى ضخ كميات كبيرة منها في الاسواق فضلا عن فتح المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات والتنصيق مع الموردين والسلاسل التجارية لضبط منظومة الاسعار وزير الدفاع يشهد مراحل اعداد الطلب المستجدين بالكلية الحربية تفقد الفريق والصدق صبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربية مراحل الاعداد العسكرية والبدنية للطلبة المستجدين بالكلية الحربية والاطمئنان على برامج الاعداد والتدريب التي يؤهل بها الطلب الجدد للانضمام بالكليات والمعاهد العسكرية الأوقاف تطلق حملة عالمية للتعريف بأخلاق الرسول أطلقت وزارة الأوقاف اعتبارا من اليوم حملة موسعة للتعريف بنبي الإسلام وأخلاقه داخل مصر وخارجها باللغات المختلفة من خلال مفيدها ومبعوثها بمختلف دول العالم ومن خلال ترجمة بعض الأعمال في هذا الشأن وبثها على صفحاتها التي أطلقت بأكثر من لغة وستستمر هذه الحملة طوال شهر الربيع الأول وطلبت وزارة الأوقاف كل العلماء المتخصصين الوسطيين التركيز في محاضرتهم وبرامجهم الإعلامية على التعريف بنبي الإسلام وأخلاقه مشاركة في هذه الحملة رياضيا وزير الرياضة يعزي الجبلاية في وفاة ثلاثة حكام أرسل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة برقية عزاء إلى تحد الكرة برئاسة جمال علام ولجنة الحكام في وفاة تاقم حكام منطقة الفيوم عقب إدارتهم مباراة التائرات والصفة بدور القسم الثالث في حادث سير ووعد الوزير بصرف إعانات مالية عاجلة لأسر الضحايا خلال الفترة المقبلة زيزو نتطلع لصناعة جيل جديد للأهلي أكد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع القرى بالنادي الأهلي أن النادي يبحث عن الإحلال والتجديد المستمر لفريق القرى من أجل صناعة جيل جديد للأهلي قادر على حصد البطولات في المستقبل أضف زيزو أن النادي الأهلي لن يقف عائقا أمام مستقبل اللاعبين مشيرا إلى أنه سيتم الموافقة على احتراف بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة نهاية النشرة دمتم في أمان الله